نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية صباح اليوم بمقرها بن وقشوط دورة تكوينية لصالح عدد من الصحفيين في وسائل الإعلام المختلفة وتدخل هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تكوينية تشرف هذه الهيئة على القيام بها لصالح أصحاب مهنة المتاعب لمواكبة الانفتاح الإعلامي الذي شهدته البلاد مؤخرا وسائل الإعلام وآليات ترصيخ التعددية عنوان اختارته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لدورتها التكوينية التي نظمتها لصالح عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام العمومية والخصوصية في البلاد تدخل هذه الدورة ضمن التوجه العام لهذه الهيئة الرامي إلى اكتساب الصحفيين المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التحولات التي شهدتها البلاد الدورة التكوينية التي انطلقت اليوم تحت عنوان وسائل الإعلام وآليات ترصيخ التعددية غايتها مساءلة الأدوار التي يمكن أن يطلع بها الصحفيون من أجل المزيد من تكريس التعددية في المجال الإعلامي تعددية المضامين صحيح أن الإطار القانوني الناغم للعملية الإعلامية في موريتانيا يكرس تلك التعددية ولكن عملية تنزيل هذه التعددية في المخرجات الإعلامية سواء اهتماما بالمضامين الإعلامية وبالتنوع والتعدد السياسي والمجتمعي والاقتصادي إلى غير ذلك هذه مهام تتنزل ضمن دائرة اهتمامات الصحفيين الذين يتعين تكوينهم على هذا الأساس من أجل ضمان وتأمين تعددية في المضامين تتجسد ميدانيا بطريقة لا تحول دونها الديمغرافيا دون استفادة المواطنين سواء فيها شاشته أو غيرها من حقه في نفاذ الإعلام وللجغرافيا في بعدها أيضا من نفاذ مختلف المواطنين أي أن كانت مواقعهم وأماكنهم إلى وسائل الإعلام وإلى خدمات وسائل الإعلام وعلى مدى ثلاثة أيام سيتلقى المشاركون عروضا ومحاضرات من خبراء ومختصين في المجال مما سيشكل لامحالة تراكما معرفيا يسهم في تنويرهم حول قضايا الوحدة الوطنية وترسيخ التعددية في البلاد